فضيلة الشيخ فالنهي عن المنكر لأجل يوخذ على يد العاصي فيقال فلان يفعل كذا وكذا لأجل أن يوخذ على يده من قبل الهيئة أو من قبل رجال الحسبة لا بأس بذلك وكذلك تجوز الغيبة في حال ثالث أيضا تجوز كما ذكرنا في الحالين الأولين وتجوز أيضا في المشورة إذا استشارك شخص يريد يزوج شخصا أو يشاركه فإنك تذكر ما تعلمه من عيوب هذا الشخص المستشار فيه من أجل أن لا يغتر الذي استشارك ويشاركه أو يزوجه تبين له فهذا مستثنى من الغيبة وما عدا ذلك فالغيبة حرام ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نعم